زينة برحبا ننتقل لفقارتنا الأخيرة ونحكي عن مشروع هدفه نفسي اجتماعي يتجسد في عمل تعويضات وجهية للمرضى والمصابين الحرب خلينا نقول عادة ما يكون شخص فقط عينه أو أنفه أو جزء من وجهه أيضا بسبب له حالة وممكن ينعزل وأيضا هيك مبادرات كانت مهمة وضرورية بهذا التوقيت نحن مرينا بحرب أكيد فقدنا كثير أشياء لنحكي أكثر عن هذه المبادرة يلي بتبت وبتزرع الأمل والحياة بصرنا نرحب بضيوفنا يلي مسترمين المشروع الإنساني بصرنا نرحب بالدكتور كريمة نحاس وأيضا المعود مؤيد الدادة تعويضات وجهية أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم بالبداية رح أحكي معك سيدة مؤيد ونحكي عن معنى التعويضات الوجهية بالطب نحن هلأ من فترة قريبة كتير بالعالم نتطور هذا العلم لحتى أخذ منحة كتير تجميلي ومنحة تعويضي في عنا نحن حالات كتيرة ممكن تكون نتيجة استقصال كانسر سرطان طرح نستقصال أعضاء الوجه كأنف كشفة كعين وبالأخص حالات الحرب للأسف اللي علينا منها صار في عنا حالات فقط إصابات كتيرة فهذا المجال أو هذا العلم أتاح لإعادة الأمل لها الناس أنه ممكن نحن نعوض له ممكن نحن مستعدة ترجع لحياته الطبيعية ممكن هذا الشيء أنه يرجع للحياة الحياة الطبيعية اللي هي كانت عايشة فيها المشروع هو معمول عليه كتير والعلم تابع ومتطور جدا نحن نستعمل فيه تصاميم 3D تصاميم حديثة طباعة ليزرية فكتير متطور ونأخذ نتائج كتير جيدة ودقيقة وطبيا عاب يكون له منحة ثانية حتى هو يعد هلأ من أهم العلوم اللي عب تتدرس بطب الوجه التجميلي بأوروبا وبأميركا وبكندا نحن 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 نقلل هذه التجربة لأرض الوطن لأن الوطن بحاجة لإلها وحابين نحن نتساعد فيها نرجع البسمة والضحكة لكل الناس اللي تعرضت لهذا الشيء وللأسف نحن 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 نحاول نساعد بالنهاي هذا واجبنا نعم تماما يعني سيد مؤيد مثل ما ذكرت نحن نقول لي زرع الأمل وإعادة هيك شوي أكيد أي إنسان بيفقد أي شيء من جسمه فهو بيتعرض لصدمة نفسية وحالة نفسية يمكن بهذا الإختصاص نكون هيك نقدر نزرع الأمل نحن نتقل لك دكتور كريم ونحكي عن أهمية هذا الإختصاص وقدي دوره فعال بيضل هذا التوقيت بيضل الحرب اللي نحن ما رأنا فيها تماما هلأ وقت لما يكون في عنا حروب وكوارث وخاصة رحنا إذا مشيب تاريخيا بالحرب العالمية الثانية رحنا بنقسم العلاج إلى قسمين القسم الأول بيكون فوري وهو المحافظة على حياة المريض بعد فترة بينقذ عديد من المرضى ولكن مشوهين بيكونوا مشوهين وبحاجة إلى تعويض تجميلي ووظيفي هون بتجي بعد مرحلة ثانية وهو العمل على التعويض طبعا متمعتلك تعويض تجميلي والتعويض وظيفي طبعا تطور العلم عن أيام حرب العالمية الثانية أصبحنا اليوم نعتمد تقنية السلاسة الأبعاد يعني أصبحنا اليوم نرسم الجمجمة ونستطيع من خلال الجمجمة أنه نعملة كاست أو تمثيل للجمجمة ونعمل تعويضات نستطيع أن نعوض عن فك نستطيع علوي نستطيع أن نعوض عن فك سفلي أيضا استطعنا أن نعوض عن أجزاء من الوجه مثلا مثل العين مثل الأنف بشكل يضاهي الطبيعة طبعا هذا النظام تطور اللي بيسموه رحنا جهاز سلاسي الأبعاد المحوسب طبعا بلدنا رحنا بحاجة لهذا لأنه في عمنا عدد كبير من التشوهات الحقيقة الحرب للأسف أسفرت عن التشوهات في مستوى الوجه في مستوى العين ومستوى الأذن ورحنا حسينا رحنا قادرين أنه نفيد هؤلاء المرضى نفيدهم ونعيد ما بدلك مية بالمية لحياتهم طبيعية ولكن قد نقول 80 إلى 90 بالمية نعم سيد مؤيد خلينا نحكي شوي هلأ كنت عم تقلنا أنه هذا الشي فعال جدا بأوروبا وحبيت تنقل التجربة لسوريا علما أنه سوريا كان فيها عدد كبير من الإصابات جراء الأزمة اللي صارت وجراء أيضا حوادث معينة كمان خلينا نحكي عن أي تعويضات الوجي أي شرائح كانت فعالة عليها أكثر الشرائح الفعالة على تعويضات مصابين السرطانات والاستقصال حتى التشوهات الولادية حاولنا نحن نعلم لهم البسمة والأمل لهم بشكل كبير الفكرة الأكبر أنه نحن ما نفوت بس بتعويض خارجي ممكن نحن نتدخل بتعويض داخل الجمجمة نتيجة كسر أو حادث معين أو نتيجة إصابات نارية نحن نحن نعود لجزء الداخلي من الجمجمة نعيد تكوين الجمجمة تكوين الشكل الداخلي والخارجي بشكل اللي نعطي نتائج مثل ما نتفضل الدكتور الكريم قريبة للتسعين بالمئة هذا المريض أما يشوف النتيجة الأولية يكون مسرور كتير بعد الإصابة اللي يتعرض له هو فيصير يطلب منه أكتر وأكتر حتى يرجع للحالة الطبيعية لأنه يرجع يندمج مع المجتمع ما يعتبروه أنه هو مشوه للأسف يعني نظرة المجتمع تبعنا لحد هاللحظة بتنظر له المصابين نظرة شفقة أو نظرة خوف أحيانا فهذا الشي نحن نحن نتساعد المريض أنه لا هو إنسان عادي يتعرض لحادث طبيعي نحن نرجع الأمور طبيعية نحاول قدر الإمكان ونرجعه لحياته الطبيعية يرجع يندمج مع المجتمع بشكل كامل يرجع يتعامل مع الناس كأنه هو مفائد شي فهذا الاختصاص كتير يساعدنا بهالأمور ومثل ما خبرتك نحن ندخل أحيانا لداخل الجسم يعني داخل عظم الجمج ما هو فقط خارجي عم نعطي أداء وظيفي عم نعطي أداء جمالي نعم يعني خلينا نقول هذا العمل مانو بالعمل السهل وخاصة هو بيلعب على العامل النفسي وعلى الداخل إلى الشخص الفاقد الشي سيد مؤيد كمان نحن ننتقل لك دكتور لنحكي أكتر قديش أيضا بهم العلاقة بينكم وبين المصاب تكون في هيك نوع من المرونة لنقدر نحقق النتيجة كلما كانت التجاوب أكبر كلما كانت النتيجة أحلى تماما هذا أهم شيء بكل فروع الطب أهم شيء العلاقة بين الطبيب والمريض تماما لازم تتصم أول شيء بالثقة وبالشفافية هلا أحيانا رحنا يعني للأسف بلدنا مالا موجودة ولكن اللي يجب أن يكون موجودة لازم يكون عامنا وسيط وهو الطبيب النفسي أو على الأغلب هو العامل النفسي يعني قد يكون مختص نفسي مش شرط يكون طبيب لأنه بتعرفي أنت المريض فجأة تعرض لإصابة وأصبح مريض يعني مصدوم يعني وبالتالي عنده مشكلة هو عنده رغبة أنه يرجع مثل ما كان هلا عم نعاني بمشكلة وأنا عانيناها رح نقول الأستاذ مؤياد أنه المريض عم تراجعي ما عم بيقتنع يعني حتى عم تراجعي مية بالمية ما عم بيقتنعها لأنه في شيء معين في تشوه نفسي في تشوه نفسي وبالتالي أنا برأيي أنه لازم نستعين بالأخصائي النفسي لحتى أيضا أن نعمله ترميل نفسي أبل ما نعمله الترميل الجسدي والأضل نعم أكيد بالختام يعني نحكي عن هدفنا المبادرة بكل مات أخيرة بتحب تتفضل أولاً سيد مؤياد هلا نحن فاتحين الباب للجميع لأي جهة حابة تتواصل معنا نحن جاهزين وجاهزين نقدم خبراتنا نحن الحمد لله خبرات وطنية وعم ننقل تجربة برات سوريا هي تجربة أوروبية عم نحاول ننقلها لأرض سورية وبأيدي سوريا من أطباء سوريين من معوضين سوريين وإن شاء الله نحسن نقدم هالهدف هذا وأنا بدي أشكر كل من يعني ساعدنا ومشكركم كمان على هاللقاء بدي أشكر الأستاذ مازن قناطس اللي كان له فضلي كبير علينا كنقابة مخابر أسنان إنه ساعدنا كتير بالتعاون معه ودي أشكر الدكتور مازن موسى كمان كان له فضلي كبير بهالأمور هاي ودي أشكر الدكتور كريم اللي هو بالأساس يعني من أبرز الجراحين الوجه بسوريا وإله عمليات عن جد بتشهدله واشتغلنا سوى كذا حالي والحمد لله كانت النتائج مبهرة جدا والحمد لله قدلنا نقدم هدف ونقدم خدمة إنسانية نحنا بالنهاية هدفنا إنساني مهنة الطب هي مهنة إنسانية ونحن نحاول نعمق المفهوم بهالبلد بالوضع اللي هي فيه يعني أنا مثل ما قال زميل السادس مؤياد رحنا أمام يعني أول شي في عنا عرض وفي عنا طلب العرض إنه رحنا تقدم العلم وتقدم التالي بشكل نستطيع إنه نعالج هؤلاء وعندنا الطلب هاللي هو تعرفي إنه عنا المرضى المعرضين لهذه التشوهات والإصابات وبالتالي رحنا هدفنا إنه نقلل لهؤلاء الشريحة إنه رحنا بنقدر نقدمكم وبنتائج فوق ما تتوقعوا برجع بلك مو مية بالمية بس أكيد النتائج فوق ما بتوقع المريض نفسه نعم يعني أيضا شكرا كثير لكم شكرا موصول لكل حدا مثلكم بيساهم بهك عمل إنساني وبعيد البسمة والفرحة ومثل ما بيقولوا الشي الداخلي الفرحة الداخلية لأي حدا نتشكركم موفقين بهذا المشروع وإن شاء الله بتحققوا النتائج يلي أنتوا بدكن ياها وليهنم أيضا بيتمحوا لألا شكرا شكرا لوجودكم معنا وإن شاء الله المبادرة هيك تلقى صدى وتحقق النتائج المطلوبة مننا وأيضا الفريق اللي معكم كله كمان من الجهرة بتحية شكرا لوجودكم معنا شكرا للمشاهدة